في يعني تقريبا مش قد بين ذكور وإناس شي عشا تقريبا شي عشا طيب بسيطة راح نكمل إشان مثل ما حكيتيني عندكم محاضرة وكمان ساعة تسعة ونص عندكم محاضرة أونلاين ساعة تسعة ونص وشامان تأخر راح نكفي حكينا بالمحاضرة السابقة عن اضطرابات المزاجية وراح نحكي اليوم إن شاء الله عن علاج الاضطرابات المزاجية علاج الاضطرابات المزاجية تضمن عدة نقاط أو ما يسمى بالاستشفاء أيمت هو في استطباب للمريض يدخل موضوع مشفى ولازم ندخله موضوع مشفى وبعدين علاج النوبل الهوسية وعلاج النوبل الاكتئابية وفي عنا آخر موضوع فقرة بمحاضرتنا اليوم هي العلاج بالاستشفاء أقرأ الاستشفاء اللي قيمت أنا بقول أن المريض بحاجة اللي بعاني من اضطراب مزاجي هو بحاجة أني دخله موضوع مشفى بالعموم أني بس المريض صار يشكل خطر يعني بس صار في هارم صار يشكل مريض خطر على نفسه أو على الآخرين فهذا استطباب استشفاء بالمطلق استطباب أني لازم يدخل مشفى سواء كان هو مانيا يعني موضوع ممكن يكون هوس أو ممكن يكون موضوع ذي برشن أو اكتئاب هلأ بالنسبة للهوس قولا واحدا يعني مثل ما حكينا هذيك المرة اللي في عندي شي اسمه نوبي هوسية وفي شي اسمه لوبي تحت هوسية اللوبي الهوسية هو أن الفرق بيناتهم لازم تعرفوه أو منيح في فروق بيناتهم ولازم تركزو عليها أن أهم الفروق اللي بين الهوس وتحت الهوس أن الهوس عفوا تحت الهوس هو حالي أخف من الهوس يعني أني تحت الهوس ما فيه أعراض زهانية بينما الهوس ممكن نشوف فيه أعراض زهانية العراض زهانية أنه هي عبارة عن توهمات أو أهلاسات أو اضطراب شديد موضوع بالسلوك إذا فيه قطاع تام عن العمل أو خلل تام موضوع بالأداء فكمان هذا الأمر فرق بين الهوس وتحت الهوس الشغلة موضوع التالتي اللي ممكن تفرق بين الهوس وتحت الهوس اللي معناته إذا الحاجة موضوع للاستشفاء منشوف تحت الهوس ما بكون مريض بحاجة للاستشفاء بس مرض الهوس عموما هني بحاجة ممكن بكتير بحاجة موضوع للاستشفاء ليش؟ لأني مرض الهوس أو في الحال الهجم الهوسية الحادة هو أول شي بتضطرب البصيرة اللي إنسايت عند المريض إذا ضطربت البصيرة طبعا أن المريض بصير بقول لك أنا ما لي مريض أنا ما فيني شيء وبتكون تعرفوا الهوس بترافق مع أفكار عظمي أو حتى تواغمات عظمي يعني هو نبي هو رئيس هو بفهم بكل شيء هو بيعطي حكم وبيعطي مواعز لغيره أو هو حكيم زمانه أو حكيم عصره فهذا الشخص شو دي تقبل أني ياخد دواء أو شو دي تقبل أني هو مريض وبحاجة لأخذ الدواء فما نشوف الهوس يعني بحالة موضوع الهوس في يعني ما رح نقول مية بالمية بس أكتر من تسعين بالمية من هذول المرضى اللي بعاونوا من حالة هوس حاد هني بحاجة للاستشفاء بالإضافة ممكن يكون مثل ما أنا في حالة الهوس ممكن يكون عنده سلوك عدواني سلوك موضوع عنيف عنده عدم تصبيط اجتماعي عنده طيش جنسي تحرش باللساء ممكن ينزع هدومه ويمشي بالشارع عنده سلوك متهور مثل ما أنه عنده المود أو المزاج يكون عنده يكون عنده موضوع مرتفع فهذا يعني هذا الشخص بحال موضوع مثل ما أنه بحالة الهجمة هذا يصعب السيطرة عليه ويصعب إقناعه طبعا أنه مريض ويصعب أنه يأخذ دواء ويتناول موضوع الأدوية فعموما الهوس اللي مثل ما أنه في أكتر موضوع أو أغلب الحالات أو معظم موضوع الحالات ويبصل فيه المريض أو هو بحاجة الهجم الهوسي فهو بحاجة الاستشفاء حتى حتى تراجع العراض تمام هاي بالنسبة للموضوع الهوس بالنسبة للدبرشن أو الاكتئاب بالنسبة للاكتئاب مثل ما أن الاكتئاب اللي بترافق مع أو فيه خطورة انتحارية يعني المريض عنده موضوع اكتئاب من أعراض الاكتئاب هو محاولات الانتحار أو محاولات الانتحارية أو التفكير موضوع الانتحاري أو التهديد بالانتحار فهذا موضوع الامر يعني الشخص عنده اكتئاب وهو عم حاول ينتحر أو حاول ينتحر أو عنده تهديد موضوع بأنه ينهي حياته فهو أكيد استطباب استشفاء طبعا المريض لما في حال هو مثل ما أنه في حال رفض أو رفيوز لريفض يأكل ريفض يأخذ موضوع الدواء ريفض أنه اللي هو حتى يتناول موضوع السوائل شعن أنه هو إما ينهي حياته بهذه الطريقة يعني ينهي حياته بهذه الطريقة أو هو مثل ما حكينا هو ما عنده وقت أصلا وخصوصي في حالة موضوع المرضى الهواس المينيا ما عنده وقته هو موفاضي أنه هو لموضوع الأكل أو ما تفكر موضوع بالأكل لأنه عنده تفكير أو عنده شي مهم أكتر اللي هو يفكر موضوع يفكر فيه تمام فبالنسبة للاستشفاء نركز قيمة أنا المريض اللي عنده اضطراب مزاج أو عنده واحدة من الضرابات المزاج سواء كان مثل ما أنه اكتئاب أو بايبولر أو مينيا هواس يعني بس إلا بالمحاضرة الماضية وأنه بس فيه شي اسمه هواس هو نفسه البايبولر يعني المريض اللي بيجي هواس شو هذا شو دول عله شو تشخيصه شو مرضه مرضه سناي قطب تمام بس في هواس في سناي قطب تمام والاكتئاب أنه هو الاكتئاب اللي المريض بس بيجي اكتئاب ما بيجي لا هواس ولا تحت هواس بس بيجي نوبات اكتئابية فهذا بقول عنه مريض يوني بولر أو اضطراب اكتئابي جسيم أو اضطراب الاكتئابي إذا طبعا المعاود أو المتكرر فمتل ما حكينا بالمحاضرة الماضية نحن بيزنا بين أمرين مهمات أن المريضة اللي وحادي القطب هو بس بيجي نوبات موضوع اكتئابية متكررة أو ناكسة ويشخص على أساس اضطراب اكتئابي جسيم معاود أو متكرر والمرضة اللي بيجي هوس أو تحت هوس بالإضافة زائد نوبات اكتئاب أو نوبات اكتئاب موضوع جسيم هاي منقول عنه اضطراب سناي قطب فانشان ما تخرب طول أني بس أنه هوس يعني كأني عباحكي عن سناي قطب بس أولد سناي قطب معناته أنا بحكي على مونه بوحده بيجي بتعرض المريض بتعرض لهوس أو هوس مع اكتئاب أو هوس أو تحت هوس مع اكتئاب فبنقول عنه اضطراب سناي قطب يعني اليوم مع الصدفة جاءنا خالي للمشفى لو احنا صار مدام مريض عمره خمسين سنة المريض في حالة هياج نفسي حركي شديد وعبقول انا صدام حسين وانا بدأ حل المشكلة السورية وانا 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 صلو عبقول هو صلو 27 يوم مونيب تمام اللي مونيب ومتل ما حكينا عنده هياج نفسي حركي شديد وهو لازم كل اللي حواليته هل مجندين عنده يعني هو رئيس هو صدام حسين تمام وهو بقولوله أبو صدام هو كتير كان موضوع معجب بالرئيس صدام حسين فمسمي ابنه الكبير صدام يعني بقولوله أبو صدام وما عبنا عبيحكي كتير عدم تصبيت اجتماعي يعني خلال هاي الفترة اللي هو موجود فيه هو شغل عشائر فجي شيخ العشيرة اللي عندهم أول يعني الوجيه من مجهاء العشائر من عشيرتهم عزمين وعلى العشاء أو ساوين وليم على شرفه تمام فبروح بدخل في نقاش حاد مع هذا الوجيه اللي بالعشيرة وبعدين بالأخير بشيل عقاله هيك وبزدته في الأرض تمام لو ما بيعرفوه مريض يعني هاي منضوع بالعشائر شغل كبير كتير يعني بروح فيها فيها قتلة بس عرفوه اني هذا الشخص ما مع طبيعته أو هذا موضوع الشخص فيه موضوع فيه شيء المهم مثل ما الهياج النفس الحركي الشديد اللي عنده وهو صدام حسين وهو هدول كله العناصر عنده لازم يطيعوا أمره وهو مثل ما عدم تصبيت اجتماعي ما عاب نام ولا عب خلي حدا ينام تمام وهن اللي ما عابوا قدروا يسيطروا عليه فما ما لون حل ما لون شيء غير شابه على مشفى النفسية مشفى موضوع الأمراض النفسية فشلون هذا المريض مثل ما حكينا اني دي اقتقنعه اني هو مريض أول وده اقتقنعه اني هو لازم يروع عن طبيب وده اقتقنعه بعدين اني هو مريض ولازم ياخد دواء ومريض موضوع نفسي هذا مستحيل مستحيل هذا تقدر بهي الأعراض الأكيوت الأعراض موضوع الحادة اللي بتتماشى طبعا مع نوبة هواسية وأعراض لنوبة هواسية مستحيل هذا تقدر تقنعه اللي هو مريض مثل ما انه لازم ياخد دواء وهو يعني عنده اضطراب نفسي فهذا مستحيل اللي تقدر تقنعه فبالأخير يعني جابونا مشفى نفسية لمن المشفى ونحن مباشرة المريض في حالة هيج نفسي حركة شديد وصراخ وعيار طبعا جابوه مقيد وجابوه شي عشرة بنولاد عموميته تمام جابوه على المشفى لحتى قدروا وطبعا قيدوه لحتى قدروا جابوه طبعا نحن مريض بكسر المشفى إذا بتعيفوه مباشرة وحطينا في شي اسمه غرفة اسمه غرفة الهدوء أو العزل حطينا موضوع بغرفة لحاله وعتمدنا موضوع على التركين الدوائي طبعا بشكل عضلي ركلنا موضوع دوائيا وحطينا جينا خدنا موضوع تفاصيل بقسطه طبعا هو هاي العراض هاي اللي عم نحكي هلا هاي أول مرة بتمر علي هاي عراض طب شو سوابقه كان سوابقه اللي بتجيه نوبات وبتعالج عن طبيب نفسي بحما بتجيه نوبات هي نوبات اكتئابية فقط يعني كان بيجيه كل سنة تقريبا أو كل أحيان سنة ونص بيجيه نوبات اكتئابية على حكي زوجته بيجيه نوبات اكتئابية وبتعالج عند الدكتور النفسي مجيد سلوم ووووو الأخير والأمور ماشي وكان مشخص على أي أساس مشخص على أساس اضطراب اكتئابي لاني هذا الشخص معه اضطراب موضوع اكتئابي بتعالج بالأدوية وبتحسنه بصح وبعدين بنكس قالت كل سنة اني ممكن ينكس هاي أول مرة بتجيها إلى أعراض لتتماشى معلوبة هوسية تمام طول الوقت كان بيجيه اكتئاب وهاي أول مرة بتجيه هوس بحياني عمره خمسين سنة مع اللي هو مرض صلو أكتر من عشرين سنة مرض هذا النوبات الاكتئابية وراجع طبيب نفس يصلو أكتر من عشرين سنة بس هي أول مرة تجيه نوبة هوسية وكان مثل ما أنا مشخص على أساس اضطراب اكتئابي ولما هلا هوس آه تمام فتغير التشخيص صار اسمه سنائي قطب يعني هذا المريض عنده سنائي سنائي قطب فمتل ما حكينا اللي الممكن المريض أو الشخص يجيك بنوبات اكتئابية نحن جينا بنوبات اكتئابية نوبات اكتئابية وظل نحن عمي شخص اكتئاب وفجأة ما بنحس ولا جيته نوبة هوسية وتحت هوسية فاختلف التشخيص وطبعا رح يب اختلاف التشخيص مثل ما رح نشوف بالعلاج الدوائي رح يختلف العلاج الدوائي تمام ورح يختلف الانزار وإلى آخرين فكل الامور رح تختلف اللي في حال اللي جيته نوبة هوسية وتحت هوسية بين كان مريض اكتئاب فهو بنخل علاجه بس نعطيه مضادات اكتئاب بينما اذا صار عنده هوس او صار التشخيص سنائي قطب فبقلك شو بالعلاج الدوائي شو اول شي انه لما بيجيك هوس وهي بتمنى تركزوا عليها انه العلاج بالنسبة انه للهواس وبتشوفه حتى في المحاضرة الرأم واحد هو القبول في المشفى الامباشن قلنا لكم انه الهوس الهوس هو بده موضوع مشفى في اكتر من 95% بالحالات متل ما حكينا مريض بهاي الاعراض الهوسية الشديدة هذا ما تدر ما تدر لا تقل عني هو مريض ولا تقل عني ياخد دواء وبصيرته غايبة وفرط نشاط نفسي حركي او هام عظمي او افكار عظمي هو موشي في حدا طيب شلون هذا شلون ذك تضبطه هذا اني ذك تضبطه وتعطيه موضوع دو تقول له انت مريض فالقبول في المشفى فمعنات التداخل للنوب الهوسية لانه بس انه هوس او تحت هوس فراح التشخيص على صار التشخيص اسمه سناي قطب العلاج اول شي او خط اول هو القبول في المشفى بعدين بينما لما بصير تشخيص سناي قطب وبجي هاي الهجم الهوسي وصار تشخيص سناي قطب فحكما ما في مريض سناي قطب إلا ما ديكون ضمن ادويته العلاجية ما يسمى بمعدلات المزاج او مسبتات المزاج او منظمات المزاج شو بدك سمينيه حكما ديكون فيه معدل المزاج بين ادويته معدلات المزاج اللي المستخدمة في الطب النفسي اللي عندنا الليسيوم هو رأم واحد الليسيوم هو معدم بس يستخدم كمعدل مزاج والباقي عندي مضادات اللي بتستخدم بالإبليبسي او مضادات الاختلاج او مضادات الصرع اللي كلها ممكن نعرفه وشايعه عندك الكربامازبين فالبراط الصوديوم اللامتروجين تمام وفيه عندي طبعا موكل مضادات الصرع او كل مضادات الصرع هي تستخدم كمعدلات مزاج تمام المعروف تأثير على موضوع المزاج هي اللي ذكرناها الكربامازبين فالبراط موضوع الصوديون اللامتروجين وفيه عندي اللي فرا اللي فرا سيتام اللي فرا من مضادات الصرع الحديثة فيه هلا هون مذكور تشوفوني مذكور بالمحاضر الرسبريدون هلا الرسبريدون هو مضاد زهان بس نحن عادة نستخدم مضادات زهان في الهجمة الهوسية الحادة بس هو هون الرسبريدون الرسبريدون ما معدل مزاج هاي شان تنتفهولها يعني إذا كتبت فهي خطأ تمام هاي خطأ بالمحاضرة فممكن تتمحيها حتى نوضع فيه تعليق تحت إذا طبعا اللي أرى المحاضرة وتقروها اللي الرسبريدون هو ما نزكر كمعدل مزاج لكن هو مضاد زهان فالرسبريدون ما له أي تأثير معدل للمزاج ممكن نحن نستخدم بس ما هو معدل للمزاج ما هو منظمات ما هو من المنظمات للمزاج فهذا خطأ في المحاضرة بتمنى تنتبهوله وها تشطموه يعني الرسبريدون شطموه لا إذا ذكرنا اللي شو هي الأدوية أو مسبتات المزاج كل ما يلي معده إذا حطينا الرسبريدون هذا خطأ بالمحاضرة هو الرسبريدون خطأ تمام لأنه مضاد زهان وليس معدل مزاج تشطموه وشان اللي ما بحضر اللي بس بدروس المحاضرات تمام اللي راح حشان ما يقع بهذا موضوع الخطأ في حال وروده أو إذا أجاه سؤال منه طيب في عن معناته أول خيار هو الاستشفاء بالنسبة للنوابة الهوسية بعدين أنه ما في شيء اسمه هوس أو صنائي قطب ما في يكون عندي شيء اسمه منظمات أو معدلات المزاج شو كمان ممكن أنا أستخدم في العلاج بالنوابة الهوسية بقل لك في النوابة الهوسية أنا ما بقدر بس أستعمل معدلات المزاج لازم بقل لك العادة النوابة الهوسية نادرا ما أنا أستخدم دواء واحد نادرا من النادر لأن العراض مثل ما شفته العراض أنا بتعامل مع عراض شديدة مريض عنده هياج نفسي حركة شديد عنده توهمات عظمة عنده مزاج مرتفع ما عبنام ما نقص الحاجة للنوم ما عبنام ممكن يكون عنده استسارة ممكن مثل ما ألا عنده عدم تصبيت اجتماعي عنده طيش جنسي وإلى آخر فعادة ما بكفيني أنا ما بقديني أني مضاد زهان لوحده وخصوصي أني مضاد معدلات معدل مزاج لوحده وخصوصي أني هاي الأدوية أنا بتطول لحتى موضوع تأثر موضوع على المزاج فأنا بدني أنا أسيطر وبسرعة على هاي الأعراض الموجودة عنده المريض يعني أنا عنده المريض أرط ما عبنام لازم أنا أعطي شي يساعده أني نام المريض عنده هياج نفسي حركة شديدة وعنده كتير أجيتيشن عنده عدائية عنده موضوع هياج لازم أنا أحاول أسيطر أعطي أهدي للمريض المعروفة المؤنى لكم اللي مضادات الزهان هي نفسه اسمه المهديات الكبرى المهديات الكبرى فأنا بستخدم كمان في حال هذا المريض اللي عنده هوس اللي لازم أعطيه شي هدي فأبلج للمهديات الكبرى وما يسمى مضادات الزهان شو أنا المضادات الزهان ممكن أستعمله بقولك أني أفضل طبعا مضادات الزهان ممكن كلها تستعمله وتفيدك بس في شي أفضل من شي مثلا بقولك ممكن استعمل كويتابين مستعمل أولنزابين ممكن استعمل هالوبردول كلوبرومازين أريبفرزول تمام هلأ نحن بالنسبة أنه في شي أفضل من شي لأنه ممكن اللي فيه من الأدوية طبعا هاي اللي حكيناها تأثيرها التركيني أو تأثيرها على التهدي أكبر من غيرها مثل الكويتابين والأولى الزابين تمام فأنا بستخدم اللي بستفاد من مضادات الزهان أني أنا بسيطرة على المريض أو تهديد المريض بالإضافة مثل ما حكينا هي بالأصل هي مضادة الزهان يعني إيش مضادة الزهان يعني أنا بستفيد لما بكون اللي المريض مثل ما حكينا مريض الهوز اللي واصل فيه الأمور اللي يصير عنده توهمات عظمي يعني أي التواهمات فهي مثل معنا التواهمات أو حتى ممكن أشوف أهلاسات هي أعراض زهانية فأنا هذا مضادة الزهان فأني هو معدل للمزاج هو مضاد موضوع زهان يعني بأثر على التواهمات والأهلاسات وهو بنفس الوقت ممكن يكون متأثيراته الصيد أفكت تبعه هو السيديشم أو التركين فأنا بستفيد مثل ما أنا بستفيد من كل هاي الأمور يعني مثل ما بقوله بالعامية بضرب أكتر من عصفور بحجار لما أنا بحاجة اللي أنا بدي أسيطر على الأعراض بسرع لأني معدل المزاج بالدوات لحتى موضوع يأثر والمريض ممكن يكون عنده مثل ما أنا تعارات زهانية أو أهمات عظمية أو أهلاسات والمريض بدي نام بدي شي ركنه بدي شي هدية عنده نفسي حركة شديد أو عنده إنسومنيا أو أرق مثل ما عفوا نقص الحاجة لأنه فكل هاي الأمور ممكن باستعمال مضاد الزهان أو هاي المشاركة أو الكمبانيشن أني أنا أقدر أسيطر على الأعراض في المرحلة في المرحلة الحادة أو الأكيوت الأكيوت أو النوب الهوسية موضوع النوب الهوسية النوب الهوسية الحادة طبعا دائما يظل في بالكم الموضوع إذا الفيميل أو النساء وخصوصي إذا نحن ناخد النساء في ما يسمى في سن النشاط التناسلي أو النساء عموما في حال موضوع الحمل أو حتى لو ما في حمل أو اعتبر موضوع النساء هن ما يبز زوجة لأنه فيه أدوية ما منستخدمها ما منقدر نستخدمها سواء كانت منزوجة أو لا منزوجة يعني النساء في سن النشاط التناسلي اللي فيه أدوية محظور أن تستخدمها ليش بسبب أما تأثيرات على تأثيرات على الجهاز التناسلي أو تأثيرات المشوهة من موضوع الجنين إذا كانت المرأة هي موضوع بالزوجة ممكن يصير الموضوع في حمل وهذا الحمل ممكن يكون غير مخطط إليه أو أكتر موضوع النساء اللي بيأخذ أدوية ما بنته على أمور موضوع إذا صار حمل أو ما صار حمل تمام فخصوصي عنا الليتيوم الفالبراط الصوديوم حتى الكربامازنبين حتى الكربامازنبين كان أول هو هو سيف أثناء البرغنانسي أو أثناء موضوع الحمل هلأ لا سألوه قالوا لا الكربامازنبين حتى أثناء الحمل عنا مشكلة فيه تمام ممكن لموترجين هو ممكن يكون أكبر شيء بالنسبة لإستخدامه أثناء موضوع أثناء موضوع الحمل هلأ بالنسبة موضوع للليسيوم فيه محاضير كتير بالنسبة للليسيوم ونحن عادة مثل ما أنه ما من نلجأ له أبدا ما من نلجأ له لأني يحتاج الليسيوم هو صح معدل مزاج أو منظم مزاج كتير رائع بس هذا الليتيوم بحاجة لمراقبة سريرية ومخبرية لأني له مشاكل كتير هو بساوي قصور في الغد الدرقية ممكن يساوي انتهاب كلية خلالي أو قصور كولوي إله موضوع الليسيوم يحتاج للمريض ما يصير عنده تشفاف يعني في حال أنه هو استعمال الدواء في الصيف تعرف في الصيف يصير في تعرق أو فرط حرارة لازم نحافظ على إيماها جيدة أو إذا صاب المريض مثلا انتهاب واسهال شديد فقط كتير بالسوائل فممكن انتفع تركيز لتركيز سمي النافذة العلاجية عندك كتير ديقة يعني بين الجرع العلاجية السيرابيوتك دوز والجرع السمية السرع والجرع السمية كتير هني هي موضوع متقاربة بالداخل بالداخل الليسيوم في حال صار عندي نقص موضوع بالسوديوم في الجسم ممكن انه هو يرفع تركيز والتركيز السمية بالداخل كمان مع مضادات الاتهاب اللاسوترويدية اللي بتنصرف متل ما بتعرف بتنصرف دون وصفة طبية يعني مثل البروفين او النبروكسين او كل مضادات الاتهاب اللاسوترويدية ايضا بالداخل معه فلزلك هو عنده مشاكل كتير وبده مراقبة سريرية ومخبرية فلزلك نحن عادة ما بنتجنبه بسبب انه مثل ما قلنا اللي هو يحتاج الى مراقبة سريرية ومخبرية وهي ممكن كتير تقول اللي ما متوفرة او المريض ما هو متعاون او مكلفة بالنسبة للأهل تمام ان اللاموترجين هو افضل شيء ممكن استخدمه للنساء في سن النشاط التنانسلي بس مثل ما بتعرف اللاموترجين اهم حازيره هو دواء كتير سيف عند النساء بس محازيره ممكن يساوي عن ستيفن جونسون او يساوي حساسية اذا صار ان المريض تحسس له والمريض عفوا تحسست له فهي مشكلة او هذا تأثير كتير خطير تمام وتطلب ايقاف الدواء فورا وهذا التأثير ما لعم ما غير مرتبط بقولك يعني وما مرتبط بالجرعة هو حساسية لا اهل مركب الدواء فعندنا مشكلة باللموترجين هو كويس وسيف وخصوصي بالنساء لكن عندك مشكلة تأثير جانبي اذا طلع مشكلة تأثير خطير وقد يدخل المريض مثل ما انا في ستيفن جونسون وهي حالة بدها موضوع عداية او اي سي يو تمام وهذا موضوع التأثير الجانبي مثل ما انها غير مرتبط بالجرعة هو مرتبط بالحساسي لها المركب الدواء تمام فمعناته انا النوبي الهوسية شو لازم استخدم الاول شغلي انا بحط في بالي بالنسبة للنوبي الهوسية الرأم واحد اكتر من 95 بالمرض الهوس يحتاجون الى قبول في المشفى فاول شغلي لازم اعرض عن الاطال الاهل والقائبين على رعاية هذا المريض هو الاحالة الى مشفى مختص مشفى الامراض العقلية والنفسية شو بكتبله انا بالمشفى اول شغل ما في هوس او ما في سنايا قطب بدون معدل مزاج لازم يكون ضمن دويته معدل مزاج شو عند الشي التاني ممكن انا كخيار علاجي انا استخدمه بقلك مضاد زهان مضاد زهان واحد من مضاد زهان اللي حكيناها انا بضرب لما بعطي مضاد زهان او بشارك مضاد زهان مع معدل مزاج بدرب اكتر من عصفور بحجر بستفيد منه مضاد الزهان بالتهديئة او التركين بستفيد منه ان المريض الهوس على اغلب بشوف عنده افكار عظمي او توهمات عظمي وهي من الاعراض الزهانية وفي حاجة لمضاد زهان بشوف اني بستفيد اني بستخدم مضاد زهان في جزء كبير مضاد زهان وخصصي عن الكويت ابيل والإيريب برازول والأولنزاب بين حقلهم تأثيرات معدلة موضوع للمزاج فانا بشارك معناته هالمشاركة بعطي لمريض عنده نوب هواسية تمام بستفيد مثل ما انه بالخصائص العلاجية الخاصة بمضاد الزهان اعتقد علاج النوب الهواسي ما بعرف اذا كان واضح حدا عنده اي سؤال ابل من انتقل لعلاج النوب الاكتئابية حدا عنده اي سؤال او استفسار او حتى مداخلة بالنسبة لعلاج الهوس او ما يسمى سناع القطب ما بعرف اذا الامر واضح 100% والسكوت علامة الرضا بس ما بعرف اذا هذا السكوت ينم على الرضا او خلاص سيكتيش هنكمل من الخلاص في اي سؤال او استفسار الله ينطيك العافية حقيق حياكم الله سلام طيب بسيطة بنكمل معناته العلاج النوب الاكتئابية النوب الاكتئابية مثل ما انا اذا في عندي اكتئاب يكفي يعني لذلك مثل ما انه ليش التأكيد او التبحيص او الاخد قصة سريرية مفصلة بالنسبة للمرضى اللي عنده الاضطراب مزاج مهم لأني مثل ما انا يعني انا بتفرق معي اذا هذا المريض جاييني هلأ بنوبة اكتئابية وجيت انا ليش لازم اسأل ولازم اأكد على الموضوع بحبش في ماضي او اسأله واكد على الاهل هذا الشخص اللي انا شايفه بكل اعراض الكراتير تبع الاكتئاب اللي لازم اسأل هل هو تعرض سابقا لنوبة هوسية او نوبة تحت هوسية يعني شون قلن لي يا دكتور انت اختصال مريض جاييني اكتئاب تمام بشكل بسيط جدا هاي الاعراض الاكتئاب قلنا بتعكسها بتصير هوس تمام اللي حكينا بالمحاضرة الماضية من لول للمريض او لا اهل المريض اجاج خلال موضوع بفترة تمام عكس هاي الاعراض يعني اجاج موضوع اعراض صار هيك كتير مبسوط يصرف مصاري كتير يتحرك كتير بنفسه كتير عيل صار مثلا يتصرف تصرفات ما متناسبة مع عاداتنا وتقاليدنا والاعراف الاجتماعية المعروفة عنا شايفين هل تسطر هذا سطر واحد بختلف عندك العلاج كله اذا قالوا لك اي اي يا دكتور والله من سنتين اجتوا هيك نفس الحكي اللي انت عاب تحكيه وشا اتطول والله طول الموضوع شهر بعدين راحت لحالة تمام خود انا اختلف عندي اختلف عندي العلاج كله واختلف عندي التشخيص بينما انا كنت انظر للمريد اني هذا بس هو اكتياب وراح اعطيه مضاد اكتياب بينما اني انا بهذا السؤال واللي طلع بوضوع جوابه نعم اللي هذا صار تشخيصه اختلف التشخيص صار تشخيصه صنائي قطب واختلف مثل ما ان العلاج هو العلاج هلا صار اني عندي اكتياب هذا اسمه اكتياب صنائي القطب تمام ما عندك اكتياب وحادي القطب صار صار اختلف العلاج فانا لازم يكون من ضمن ادويته لهذا المريض اجباري لازم يكون في معدل المزاج او منظم للمزاج تمام بينما اكتياب يكفي اني انا وصف له مضاد اكتياب يكفي اني اوصف له واحد من مضادات الاكتياب طيب مضادات الاكتياب مثل ما اننا لما الشخص عنده اكتياب اي مضادات موضوع اكتياب طبعا اللي بدت العلاج موضوع للنوبة الاكتيابية اذا كانت اول نوبة بقولك من ستة شهر لسنة العلاج لازم ياخده المريض من ستة شهر لسنة ما انشغلت يوم يومين وهي نخلق العانية دائما يعني هاي في الممارسة في البراكتس بنعاني هاي المشكلة كتير مع هدول المرضى او المرضى النفسيين بشكل عام يعني شو معاناتنا نحن المريض مثل ما معروف بالنسبة لكل الامراض اللي المريض بس تحسن شاف حاله طبيعي شاف حاله رجع للطبيعي شاف اني راحت لأعراض صار مزاجه افضل صار ينام شهيته على اكل رجعت الافكار الانتحارية راحت اليأس القنوط رجع لشغله رجع من ناحية اجتباعية اه تمام بقولك انا ما اضع فيني شي ليش ااخد الدواء ليش هابتقول لي يا دكتور انا لازم تاخد الدواء ستة شهر لسنة انا الحمد للأمور يرجع الطبيعية مية بالمية ليش دك تعطيني الدواء بنقول له هاد الدواء دك تاخده علاج ويخائي عشان ما يصير فيه نكز فيه ريلابس يعني انت ما هو مثل نخليل امراض النفسية مثل ما انه مثل امراض العضوية اللي مجرد ما المريض شم هو وصار حاله مليح يلا وقف الدواء كب الدواء لا في شي اسمه علاج منتنانس يعني علاج ويخائي وهذا امر مهم جدا بقول لك لازم في الاكتئاب مثلا في النوبة الاكتئابية بعد ما هذا المريض يقول لي ما ضل فيني شي واهله يقولوا يا دكتور الحمد لله والله الله يعطيك العافية دكتور اني ابل ما ضل فيه شي ما ضل فيه شي والاعراض كلها راحت عنه تمام وهني بدون يوقفوا الدواء بقول لك يا دكتور ايما دكتور قفلي الدواء ولازم نوقف الدواء ووقفنا الدواء بالاحرى بتقول له من هلا لازم تعده ستة شهور لسنة من هلا بعد ما صار احسن او ما ضل فيه شي او رجع لطبيعته وقال لك العلاج الوقائي هو من ستة شهور لسنة بعد عودته لايش بعد الشفاء التام بعد ما يقولوا لك الاهل او يصير موضوع الحكي الاهل او حتى موضوع المريض بقول لك يا دكتور انا الحمد لله ما ضل فيه شي او اني رجعت مثل ما كانت ايه بنقول له تمام الله يعني تمام الحمد لله الله ازل لك بالشفاء تمام بس تكتاخد الدواء يا حبيبي تقدر تاخد دواء بالستة شهور لسنة شان ايش شان علاج وخائي ليش شان ما تنقص شان ما يصير فيه وبيقول لك اذا الاكتئاب عاودوا مرة تانية بقول لك معناته عدة سنوات واذا اكتر من اربع نوبات جيتوا بقول لك ايش قد لازم ياخد دواء بقول لك يعني مدى الحياة ما هي شغلة مثل ما انه ما هي شغلة هي شغلة موضوع سهل او انه ممكن تتعامل معه بشكل مثل ما انه بشكل عرضي يعني انا مثل ما حكينا انه اغلب المرضى ومنعاني بنا اغلب المرضى بيجي بصار بنيح بيجي موضوع بوقف الدواء الاهل بوقفول الدواء ما بتحس ولا رجع شهر شهرين ثلاثة اربعة خمسة هاللي هو ما بتحس ولا رجع نكس هاي العلاج الوقاعي لازم يلتزم فيه المريض مثل ما عنا بأول هجمة لا يقل عن ستة لا اطناعش شهر طيب شو هي مضادات الاكتئاب اللي ممكن انا استعملها في شي اسمه مضادات الاكتئاب الحلقية او سلاسية الحلقة نحن نقول الحلقية لاني فيه اوحادي الحلقة وسنائي الحلقة وسلاسي الحلقة ورباعي الحلقة بس اني بشوفوا بالمحاضرة كاتب لك سلاسية الحلقة لاني هي الاكثر استخداما يعني الاكثر موضوع استخداما هي سلاسية موضوع الحلقة مثل ايش مثل اميتريبتالين مثل اميبرامين مثل كلوم اميبرامين مثل النور تريبتالين حيطين هلنا المبروتالين المبروتالين هذا رباعي الحلقة هاي من أدوية رباعية الحلقة واللي هي ما موجودة للأسف ما موجودة توفرة عننا كتير بالسوق ضئيل أو ما موجودة بشكل أشكال الموضوع التجاري حاليا هي من الأدوية السيف أو كتير سيف عند الحوامل تصنف ضمن المجموعة بي تمام تصنف ضمن مجموعة بي بالنسبة للحوامل هاي كمام تنتبو عليها أنه هنه صعي إلي لك هي الأدوية مضادات الاكتئاب سلاسي للحلقة بالعنوان بس هاي المبروتالين هي رباعي للحلقة شوف كل شيء أحكيه هذا ممكن يكون سواء يعني إذا أن من الأدوية من المضادات كل ما يلي يعتبر مضادات الاكتئاب سلاسي للحلقة جيد حطيت لك أميتربتالين أميبرامين كلوميبرامين كلوميبرامين ما موجود بالمحاضرة مع أنه هو أساسي بالنسبة للسلاسيات كلوميبرامين عفوا موجود كلوميبرامين من سلاسيات الحلقة جينا حطينا مبروتالين مبروتالين تجي بترجع للمحاضرة نعم الدكتور مزبوط أن مبروتالين محطوط مع سلاسيات الحلقة بس أنا بأقول لك أن المبروتالين هو موم بالسلاسيات الحلقة هو من رباع الحلقة تمام رباع الحلقة وهو موم موجود بالسوق المحلية وهو بس من أدوية السيف اللي ممكن تنعطى للحامل هو بيصنب بي بالتصنيف وبي بالحمل تمام وهذا شوفوا بعدين اللي شايف لك حيط لك رأم اتنين مضادات الاكتئاب رباعية للحلقة حيطة المبروتالين شايفين في خطأهم اللي رباعية للحلقة حيط لك المبروتالين واللي قبله سلاسي الحلقة كمان حيطة المبروتالين هاي فيه إشكالية مثل ما قلنا في المحاضرة المبروتالين حيطهم بالسلاسي الحلقة وبعدين ذكر لك اللي هو من أدوية رباعية الحلقة بس هو حقنا رباعي الحلقة وهو مثل ما أنا بالأدوية الآمنة أو كتير سيف تستخدم أصنع الحمل هلأ المركبات أو مضادات الاكتئاب اللي نعتبرها فيرست فيرست وان أو تستخدم كخط أول بالنسبة لعلاج الاكتئاب يعني نحن كطبان نفسيين أو حتى طبان الملشقاب يعني لما بيجينا مريض اليوم مريض جديد وعنده اكتئاب أو أو ما يسمى بمصبطات إعادة قبط السيروتونين يعني هاي المجموعة هاي المجموعة من ضدات الاكتئاب هي بتشتغل على السيروتونين بشكل موضوع أساسي بشكل موضوع أساسي بتشتغل على موضوع السيروتونين أو هي بتعيد بتصبت إعادة قبط السيروتونين يعني السيروتونين لما بتحرر بالمشبك بالسينابتك بالمشبك العصبي فهي بتصبت إعادة قطو يعني بتحافظ على وجود السيروتونين في المشبك العصبي أو على الريسبتورز لأطول فترة ممكنة لأطول موضوع فترة ممكنة وهو تشوفوا بالمحاضرة هي الخط الأول لعلاج الابتعاب يعني مثل ما حكيت لكم نحن لم يجينا مريض أول مرة ومن شخص عنده اكتياب شو الدول اللي بنكتبه؟ بنكتب واحد بالإستساراي يعني ما بنكتب واحد بالمضادات الاكتياب مثل ما قالنا الحلقية يعني عادة خيارنا هو بكون واحد بالإستساراي واحد بالإستساراي شو المجموعة اللي بتضم الإستساراي شو الأدوية الموجودة تحتها هلأ دائما طبعا نحن ما بهمني أنا الاسم التجاري بهمنا الاسم العلمي وانتو إذا تحفظ الاسم العلمي لهذه المركبات وبتحفظ اللي حدود الدوز أو الجرعة الجرعة بتعرفوه لأنه دائما فيه رنج الرنج اللي هذا الجرعة لازم تحفظه يعني مثلا ذا قال لك سيروتونين السيروتوني إذا قد الجرعة هي من خمسين لأبيتين إذا جينا تحت الباروكستين من عشرين لستين السيتالوبرام من عشرين لأربعين السيتالوبرام من عشر للتلاتين الفلوكستين هو من عشرين للستين وفيه أو أية نحلة منستخدمه حتى 20 ميلي جرام ممكن أن نوصل لـ 80 ميلي جرام بالنسبة للفلوكستين بالنسبة للفلوكستين معناته أنا شو بتهمني هاي المجموعة تعرف عن اللي هي الخطة الأول تمام وتعرف الاسم العلمي لهاي المجموعة يعني ممكن أقل لك مثلا اللي كل ما يلي يصنف ضمن مجموعة الإسساراي جيت أنا قدرت لك سيرترالين أني بهمك العلبي سيرترالين باروكستين مثلا سيتالوبرام مابروتالين تيجي رأساً وعشارة للمابروتالين لا لا موجود هذا من الاسساراي أو ممكن أقل لك دوا ميرتزابين ميرتزابين هو من الاسساراي يعني داك تنتبه أني تحفظ أنت شو الأدوية اللي تدخل ضمن المجموعة اللي أني ممكن تيجي كل مجموعة لحال تمام أو ما حطينا لك بيناتهم دولوكستين دولوكستين نبروك نتحذر دولوكستين معينا مجموعة آه مع مجموعة الإسساراي فلازم أني تركز أني المجموعات أو تركزوا المجموعات أني كل مجموعة شو في تحتها تمام شو في تحتها تمام بهمنا مثل ما قلنا معناتها من الاسساراي اللي تعرف الاسم العلمي وتعرف الرنج أو الجرعة الرنج تبع الجرعة الجرعة من شئد الميليموم وشئد الماكسيموم بالنسبة للجرعة الآن بجينا الأساناراي تمام الأساناراي يعني شو هاي الأساناراي الأساساراي الأساناراي هي بتشتغل هي السيروتونين نور أجرنالين هي ترجمتها يعني إعادة قبط مسبطات إعادة قبط السيروتوني والنورادرينالين يعني تعرف أني هذا معناته من الاسم هاي المجموعة بتشتغل على ناقلين اللي هي السيروتوني والنورادرينالين بينما ليس الساراي أنها هي شو بتشتغل بتشتغل على السيروتوني بشكل أساسي بتشتغل بس السيروتوني سلكتب سيروتوني بتشتغل بس على السيروتوني طب بتقول لي مضادات الاكتئاب الحلقية وضطات الاكتئاب الحلقية هي مثل الاساناراي تشتغل على السيروتونين وتشتغل على النورادرينالين يعني بتشوف آلية التأثير تبع سلاسيات الحلقة والحلقية بشكل عام هي تشتغل على اثنين بالنواقع العصبية هي النورادرينالين والسيروتونين فضروري كمان تعرف هذا الكلام وغير موضوع اني تعرف هذا الكلام اللي مثلوا ان اسماء الادوية اللي تحت كل مجموعة يعني مثلا الاساناراي فيه تحت الدولوكسوتين الفيلافاكسين الميرتزابين موجودين تحت هاي المجموعة الاساسية فيها هلا بيجيك الادوية هلا مثل بابروبيون ما كثير نحن نركز عليها والادوية اللي الماو هي غير موجودة غير متوفرة هاي بالسوق المحلي وما بقى احدها يستخدمها ابدا هي مجموعة الماء او مصبطات مصبطات انزيم المونو مينو اكسيداز تمام هي مونو مينو اكسيداز او هذا موضوع الانزيم اللي فكك السيروتونين فما لكم فيه ابدا هذا اللي ما لكم فيه وحتى فيه شي شرح تحته لا تتعطو معا اني هاي المجموعة ما عدت تستخدم ابدا تمام عدت تستخدم ابدا وبتشوفوا اني هو مثلا حتى لما بتور المحاضر بقولك اهمية ادوية الدبرشن هي المضادات الاكتياب الحلقية وثلاثية الحلقة والاساساراي اللي هي الخط الاول او سيليكتب سيروتين ريابتيك انهابيتورز والاساساراي هي الادوية الاحداث اللي سيروتين والنور بسهل الاكتياب ABBA هي بتفيد فيه موضوع الاكتئاب بتفيد فيه موضوع IMби بتفيد فيه موضوع denying فهي ما هي محصورة بالدبرشق ما هي محصورة في موضوع بالاكتياب ما هي اللي استطبابها محصور بالاكتياب ممكن متل ما انها تستخدم في عيد الطرابات السريرية هلأ شو منختار الدواء ما في إشكالية ممكن تؤروها شو نحن نختار الدواء تمام وشو تأثيرها إنها تأثير مضادات على القلق بتساعد عن النوم بتساعد في الألم بتساعد في اضطرابات المزاج تمام فهي الاستطبابات تبعة هلأ مثل ما إنها فيه إلى كتير شغلات أو فيه كتير استطبابات ممكن يوصلوا للربطات استطباب ممكن أنتوا تؤرون على ما يكون المحاذير ما هو مهم المحاذير بس أنا بتريد تركزوا للمرضى اللي عندهم سنائي قطب أو اضطراب سنائي قطب إذا عطيته مضاد اكتئاب لوحده بدون معدل مزاج هذا حكماً راح أني كأني عبتقول له روح روح على النوبل المعاكسة روح على موضوع الهوس روح على الهوس فما بصير مريض الهوس أو عنده نوبة هوسية أو عنده اضطراب سنائي القطب تجي تعطيه أبداً مضاد اكتئاب لحاله طبعاً لو كان هو طبعاً مرحلة الاكتئاب اكتئاب تعطيه مضاد اكتئاب لازم يكون دائماً فيه معدل مزاج شو ما أعطيته لازم يكون فيه معدل مزاج فهذا الأمر مهم هذا الأمر مهم أنه تنتبهوله أن الشخص اللي عنده اكتئاب بس هو تشخيصه هذا الاكتئاب سنائي القطب يعني ضمن سنائي القطب ما بصير نعطى مضاد اكتئاب لوحده لأنه هذا المريض إذا بتعطيه مضاد اكتئاب لوحده راح كأنلي أنتوا عم بتقوله روح على الهوص أو كأنلي أنت بتحرب عنده نومة هوس عند هذا المريض ظل عندنا الشق الأخير بالعلاج هو العلاج بالـ ECT أو ما يسمى بالتخليج الكهربائي التخليج الكهربائي هو بالعلاجات المسبتة بالدليل وهو بالعلاجات الكثير فعالة والغاية من تطبيق العلاج بالتخليج الكهربائي أو ما يسمى بالعاملية صدمات الكهربائي اللي هي الحصول على استجابة سريعة أنا بدي سرعة بدي سرعة بالاستجابة أو بدي المريض يتحسن بسرعة فممكن ألجأ للتخليج الكهربائي فإيما تبدي مريضي أنا يتحسن بسرعة لما يكون في خطورة على حياة هذا المريض يعني لما يكون مثلا مريض عنده اكتئاب وعنده خطورة انتحارية يعني مريض عنده اكتئاب وعنده خطورة انتحارية إذا إذا أجل أعطيه الأدوية أو أن الأدوية ما تأثر لاثنين لأربعة سابيع لبين ما تأثر الدواء كل مريض انتحر وخلص أو بدي سرعة بالاستجابة فممكن أن ألجأ للتخليج الكهربائي يعني مريض انتحر مريضة موضوع عنده اكتئاب وهي حامل أنا ما أدر في استخدام الأدوية بسبب مخاطر تعرفوا مخاطر الأدوية أو استخدام الأدوية أثناء الحمل وما في شيء آمن أثناء الحمل فممكن أن ألجأ للتخليج كهربائي آمن كثير عند الحامل مريض كبير بالسن أو عنده أمراض عضوية أمراض عضوية أخرى تمنع استخدام موضوع الأدوية لأنه فيه التداخلات تلعب في drug drug interaction أو التداخلات دوائية دوائية وأنا ما فيه عندي محاضير كتير لأني أستخدم موضوع الأدوية أدوية عند مرضى كبار السن يعني بجييني مريض كبير السن مثل جانا هات المريض اللي عبر أحكي لكم عنده عمره خمسين سن وعنده نوبة هواسية حادة مريض ضغط وسكره خمسمية عنده ارتفاع توتر شرياني وعنده سكري سكري كهلي سكره أسنان ويا خمسمية وعنده ارتفاع توتر شرياني شو للدوال دعطيه وفي حالة هياج نفسي حركة شديدة وبدي سرعة بالاستجابة آه تخريج قهرباء كتير بفيدني مريض كتاتوليا يعني شو الكتاتوليا مريض أني جمدان يعني جمدان لا بياكل لا بياكل لا بياشرب لا بحكي ايه لا بياكل ولا بياشرام ولا بحكي شو اندعطي دواء في خطورة على حياة وازدال لا بياكل ولا بياكل طب إذا علاء لانه موضوع سيروم سيروم يعطيه سواهل بس ممنع التجفاف عنده بس هو ما رح يغزيه تمام؟ فهذا بدي أنا مريض كتاتوليا هاي الكتاتوليا طب بدي أنا بدي تحصن لأيوم يروح بين إيدي فابل لك التخليج الكهربائي اللي عنده ألمس أو ما يسمى نيوروليبتك مانيكلاند سندروم أو ما يسمى متلازمة مضادات زهان الخبيسة كمان بدي تحصن سريع لأنه في خطورة على حياته وهي نفسها هي مضادات زهان الخبيسة ممكن أنتم تكون كتير الأمر بس تعرفوا أنه هي مضادات زهان الخبيسة هاي ما تسمى بالجامود الخبيس اسمه جامود الخبيس مريض بجمن بس فيه خباسة لأنه فيه اضطراب بالعلمات الحيوية عد المريض كمان بدي أنا تحصن سريع فأنا لازم ألجأ ممكن ألجأ للتخليج الكهربائي برضى المينيا قلنا عن المريض الهواس اللي عنده هياش نفسي حركة شديدة وما بيأخذ دواء وهو ما يعترف بمرضه وإلى آخره طيب ايه شلون أنا بدي سرعة بالاستجابة إذا هذا الأدوية دعطيه أدوية أدوية تمام بدي أركنه وأنايمه تمام وبيدي أنا المريض اللي يتحسن بديه أسبوعين يكون خرب الدنيا فيه راسي فممكن ألجأ للتخليج الكهربائي تمام فمتشوفوا الاستطبابات هاي من ضمن أهم الاستطبابات بالعلاج التخليج الكهربائي إن لموضوع الحمل عند الجينياتريكا أو ما يسمى بالمسنين أو الأدالة أو استخدام موضوع أو المريض ممكن بديه هو يطلب اللي رغبة المريض في أني تعرض للتخليج الكهربائي بديه سرعة بالتحسن لأنه هاي فرضا بيجي عارض هواسية ولا بيجي عارض اكتئابية يطيه مثل ما حكينا هي ممكن تعطله عن شغله ممكن تعطله عن أداؤه ممكن يخسر شغله نتيجة هاي طولة المدة أو طول موضوع الفدرة فممكن يبدو اللي يحصل على تحسن سريع وبتابع بالأدوية طبعا الفموية فممكن اللي هو يطلب العلاج بالتخليج الكهربائي تمام هلأ ما في طبعا مضاد استفاد مطلق للتخليج الكهربائي والسايد أفكت بالنسبة للسايد أفكت إلا هي طبعا التخليج الكهربائي إلا هو تأثيرات جانبية بس هو أكتر تأثير مزعج للمريض هو المبوع اللسيان اللسيان اللي ممكن يستمر حتى الست شهور اللي المريض بنسى بنسى اللي بفقد موضوع ذاكرته يعني بصير موضوع عنده الزاكرة اللي فيه أشكالية الزاكرة القريبة وقريبة الماضية بصير فيه اللي مشكلة فهي أكتر شغلة بيوزعج للمريض بقى الأعراض لأنه التخليج الكهربائي هو بصير تحت التخدير العام وبيعطوه مرخيات عضلية للمرخيات عضلية للمريض التخليج بمعنى نفس الأشخاص هو الغاية بالتخليج والتطبيق يعني تيار كهربائي شدته من 75 إلى 175 تقريبا فولد بتطبق على طرف واحد أو طرفين بالجمجم أو بالصدر تمام الغاية أحداث نفس التخليج الكهربائي نفس أحداث نوبة اختلاجية طبعا نوبة اختلاجية بس مسيطرة عليها لأن المريض أنا مخدره تخدير عام وعطيه ريخي تمام فهو احداث امرار تيار كهربائي عبر الصدق تمام وإحداث نوبة اختلاجية عند المريض هاي اموه يا أبوه تمام وفيه آليت تأثيره مثل ما أنه هو مسبت بالدليل آليت تأثيره أنه هو بعيد التوازن إعادة موضوع التوازن للنواقل العصبية الموجودة للنواقل طبعا والريسبتورز والمستقبلات الموجودة في الدماء تمام يعني هاي هي موضوع صدمة الصدمة الكهربائية أو التخليج الكهربائي والأسف هذا علاج مثل ما أنه مسبت بالدليل وعلاج كثير فعال بس ما موجود عندنا فكرة ما موجود لا في الداخل السوري ولا حتى عند النظام أيام النظام كان موجود بس بمشفى خاص أو مشفيين كان فيه مشفى البشر بدماشق ومشفى المليحة كمان بريف دماشق كان فيه هذا الجهاز وللأسف أنه ما فيه لا كان مشافي العامة الأمراض النفسية ولا موجود حالياً عندهم بالمحرر مع أنه هو علاج كثير فعال مثل ما أنا والاستطبابات وما له أي مضادات استطبابات مطلقة وكثير موضوع آمن وخصوصي مثل ما أنا في أمور معينة مثل أسناء الحمل أو عند المسدين أو لما أنا بدي استجابة موضوع سريعاً لما يكون مريض مثل ما أنا عنده خطورة انتحارية ولما ما أستلنا له الدواء يأخذ مفعوله ممكن المريض ينتحر أو المريض عنده مانيا وهوس شديد وما أقدر بضبط أعراضه أو بسيطر أعراضه يعني أنا مثلاً بجيني مريض الهوس اللي مثل ما حكيت لكم هذا المريض اللي حكيت لكم عنه اليوم أنا هذا تحت الخمسة عشر يوم مستحيل يهده يعني بضل بدق غرفة الهدوء ممكن ينزع الكاميرا وبشلح بوضوع أغراضه وبدق على الباب وبتهج مع الكادر وبتهج مع المرضى وبحكي كتير وما بسكوت وصعب أني ندمج مع المرضى التانين بضل عندي هيك مع الزبنة ومشي بالكادر ومشي بالله لا يهدى بده خمسة عشر لعشرين يوم إذا حطيته على تخليج الكهربائية أو حطيته على الصناعة الكهربائية ممكن يكون من تاني جلسة أو تالت جلسة المريض فرق مية وتوينين درجة وهدي وصار يأخذ دواء والتزم بده وراحة معظم الأعراض الحاد عند هذا المريض فمثل ما أنه علاج كتير فعال بس للأسف ما هو متوفر عنه بالشمال السوري ما حكينا كان موجود في المشافي العام عند النظام أنا خلصت مثل ما حكينا واتفقنا أنه كل شي موجود بالمحاضرة هو مطلوب كل شي عنوان بنعطيه كل شي تحته موجود بالمحاضرة لو ما مرينا عليه أو مرينا عليه بسرعة بس كل شي مطلوب التركيز هو عن النقاط اللي أنا عبركز عليها ونحنا عم نعطيكم شي عملي أكثر ما يكون نحنا عم نسرد منسرد المحاضرة مثل ما هي كسرد في موجود بالمحاضرة ولبهنا على أكثر من نقطة لأنه المحاضرة فيها تريبا أكثر من خطأ نبهنا عليه لشان تنتبه عليه لشان ما يتكرر أو إذا أجب الفحص ما تجاوبوا ويطلع من موضوع جوابهم غلط وتقولوا يا أخي هاي المحاضرة وهذا موضوع الجواب نحن جوابنا صح لا جوابهم غلط لأنه مثل ما أنا فيه بالمحاضرة أكثر من خطأ هأنبهنا كل عليه أي سؤال أو مداخل أو تعليق على الشي اللي حكينا طريبا نحن عندنا محاضرتين ضل على فترة أسبوعين لازم ننهي المحاضرتين يعني بعثتهم آسيا هل هل يمكن نعطي ضل الوسواس القهري وراح نعطي اضطرابات القلق والعلم وأن الله يمكن هدول المحاضرتين القلق والسؤال وشوف بعد إذا في مجال نعطيكم محاضرة إضافية من عطيم ما في مجال خلاص اللي عطينا هو المطلوب تمام أي سؤال أو استفسار أو تعليق أو ما ننهي معرف عندكم محاضرة ثانية الله يزيك خير يا دكتور حكيم حيا حيا يا دكتور خالد 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 فضل فضل بيه خالد يا دكتور دكتور في حال أخذوا شهر مثلا وارتاح ووقف الدواء ورجع نتكس هو من غير الدواء بتابع الدواء نفسه متابع ليا لشلون بالنسبة الترتيب نحن قلنا بالنسبة للعلاج الدوائي الوقائي طبعا ما نعلق بال اللي بالتحسن لعدم التحسن يعني العلاج الوقائي اللي لازم أنت تاخد الدواء لمدة ستة شهر لسنة بعد الشفاء التام بعد ما أني مات يقول المريض مثل ما أنا ما ضل معي شي ما ضل عندي شي تمام أجر المريض مثل ما حكينا وهذا منشوفه كثير نحن بنحل عملية المريض بس حسن وقف الدواء أو أخذ الدواء شهر شهر ونص وقف الدواء تمام رجع نكس تمام رجع نكس هلأ بالنسبة للدواء إذا كان متحسن واستفاد على الدواء هذا اللي تحسن عليه لما جيت النوبل اكتئابي وأخذ الدواء تحسن عليه شهر يفضل العيف على نفس الدواء لأن النكس ما العلاء هو بالدواء هو نكس لأني ما التزم بالمد الوقائية تمام من أهم أسباب النكس هو قطع العلاج تمام أو عدم الالتزام بالعلاج الوقائي بس نحن بالنسبة للدواء بالنسبة للدواء إذا كان هو مستفيد أو استفاد بالهجم السابقة على هذا الدواء ما في داعي أغير له برجع على نفس الدواء نفس الدواء اللي استفاد عليه تمام نفس الدواء اللي استفاد عليه أنا برجع عليه ما العلاء النكس مثل ما أنا أخذ النكس العلاء بالمدة العلاج الدوائي مثل ما أنا ليش نحن بنقول للمريض أن أن لازم تاخد دواء ست شهر للسنة بعد الشفاء التام هو لتقليل خطورة النكس لتقليل الخطورة بينما هو نكس نكس بعد شهر ولا بعد شهر إلا اللي ما المدة المنصوح فيها هذا ما العلاء بالدواء الدواء جينا نكس الدواء هو تحسن سابقا على هذا الدواء تمام بعيفه على نفس الدواء ما في دعا غير الدواء أي سؤال ثاني ما بعيف فاطمة فاطمة عندك شي تفضلي ليف عيدك شو الفرق بالعلاج ما بين اكتئاب الاضطراب الاكتئابي واكتئاب النوب الاكتئابية شون يعني ما فهمت يعني في حال كان هو مجرد اضطراب اكتئابي نعم شون الناج اللي منعطي وفي حال كان الاكتئاب هو نوبة اكتئابية يعني ثنائي القطب مع هواس حكينا 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 مبارئ إذا كنت معنا على الاكتئاب إذا اضطراب اكتئابي بس المريض بيجي اكتئاب مثل ما انه ما في بسواق لا هوس ولا تحت هوس هذا علاجه مضادات اكتئاب لوحده كويس اللي حكينا عننا مضاد اكتئاب لوحده يعني بعطيه واحد من مضاد الاكتئاب المجموعات اللي حكيناها ممكن عطيه الخط الاول انه اسسراي بعطيه واحد مضاد الاكتئاب مفضت يا عرب بعطيها بالجرع يعني منصوح عنا هذا خلصنا منه بينما بالاكتئاب بس هو اسمه اكتئاب سناي قطب يعني جايين ابنوبة اكتئابية وفي بسواق وهوس او تحت هوس هذا ما بصير اعطيه مضاد الاكتئاب لوحده مثل ما حكينا ايش لازم اعطيه لازم يكون مع مضاد الاكتئاب في معدل ايوه في معدل مزاج لان اللي اذا انت عطيتي مضاد اكتئاب لوحده وما عطيتي مع معدل مزاج شو هذا رح يقهب يقهب ان هذا المريض اللي عنده اكتئاب رح يروح الهوس تمام فما بصير تعطيه مضاد اكتئاب لوحده منشان نعالج النوبة الهوسية عم قول الفرق بس بمعدلات المزاج منشان معالجة النوبة الهوسية اللي مترافقة مع نوبة لما بتعطيه مضاد اكتئاب لوحده رح يروح الهوس فبتعطيه معه معدل مزاج مضاد الاكتئاب بينما هذاك بكفي تعطيه مضاد اكتئاب لوحده لاني ما بجي شيء تاني غير الاكتئاب فبكفي مضاد اكتئاب لوحده تمام فيك انني ما بعرف اني اخت ريف عيدة او اخت ما بعرف مين فضل السلام عليكم. السلام عليكم. على حكيم بالنسبة للجراعات يعني ما كأنه ما بنحفظ يعني. إنه أمة التعداد الأدوية وهيك ممكن نقدر نحفظه. وكمان حكيم يعني بعض الزبات الشق ثاني. السؤال. يعني هلأ امتحاناتنا قربت عنا. هلأ مادة الجراحة أربع جراحات. يعني محاضرتين ما بنقدر الامتحان بلج رح يبلج تقريبا. يعني دلقاطينا محاضرتين كمان صدقا يعني مع ما فينا ندرسه يعني. المشكلة أنا مقدر وضعكم بس الإشكالية يعني فيه اضطرابات إجواري بدنا نمر عليها. ما فيه يعني هدول يعني موضوع الأساسيات يعني مثل ما شفته المحاضرات بالنسبة لمحاضرات الموجودة يعني فيه عندك شي ممكن تساطاش أو عشرين محاضرة. يعني كل هدول ما رح يمر عليهم. فيه عندك الإدمان اضطرابات الشخصية. النوم والأكل. الحمل والولادة. اضطرابات الجنسية. الحالات الإسعافية. العلاجات. الطب النفسي الجسدي. يعني كل ما ما حكينا يعني اللي يعني اللي اختصرنا أو اللي إذا نعطيه ظل اضطرابات القلق أو الطراب والطراب بالصوص القهري. يعني هدول مستحيل ما ما نعطيه بالطب النفسي. يعني هدول شي جزء أساسي من مكونات. عبنا بحكي لك على اللب. آآ آآ الطب النفسي يعني ما فيه عندك زهان. آآ اضطرابات المزاجية. اضطرابات القلق. وهي أشيء على اضطرابات على فكرة من ناحية موضوع العملية. هي أشيء على اضطرابات. هي اضطرابات موضوع المخلق والانجزايتي والأو سي دي. يعني ما فينا ما ممر عليهم أبدا. يعني يكون هيك منهاجنا موناقص. يعني ما يعطينا شيء أبدا. ومثل ما حكينا نحن يعني يعني عمليا كلهم على بعضهم ما بيجوا. تقريبا يعني هلا نحن اللي يعطينا يعني آآ ثمان محاضرات آآ للعشر. يعني عشر محاضرات كلها على بعضها. يعني عشر محاضرات بمقرط بنفسي. يعني في في خلل كبير زي ما عطينا هدول المحاضراتين. الترابات الصدمة كمان لستعمال اختصرنا كتير اختصرنا كتير ما فينا والله ما نعطيهم. هذول جباري حتى إذا ما عطيناهن نقررون يعني إذا عطيناهن أفضل شكرا كان نوضون أن أسبوعين أسبوعين نكون دخل الامتحان بس إذا أسبوع الجاي ما في مشكلة مثلا نكثب جلسات بس أنا ما عندي مشكلة إذا بتحددوا مثلا للأسبوع القادم ناخد فيه جلستين أنا ما عندي مشكلة منحدد مثلا جلستنا مثلا اليوم أحد اللي بتعارف عليها ومنحدد وراها مباشرة جلسة أو أني خلال الأسبوع القادم منحدد جلسة تانية ما عندي مشكلة خلي موضوع أسي تنسيق معي على موعد تاني ونعطيكم هذول محاضرتين وكل هيك نهينا مقرر الطب النفسي بإذن الله بي حدا ضل عنده عنده أي شيء قبل ما ننهي كما ناخد موعدة محاضرت تانية إذا ببعطوا المحاضرات مشان نجهزهم هلا آسيا هي آسيا هي اللي بتولي الأمر وهي عنده كل المحاضرات ما بارز عمم بتعليقون ولا لا بس يعني موجودات يعني طيب ماشي ننهي الله يعطيكم العافية جميعا على أمل اللقاء يوم الأحد القادم مبدئيا على نفس الترتيب ومناخد جلسة تانية نتفي عليها طبعا بعد الأحد بحيث ننهي الأسبوع القادم إن شاء الله يا الله سلام عليكم إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم اشتركوا في القناة